السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري اللي بس عليكم ونتمنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله فهذا الفيديو غادي نشوفه مع بعضياتنا فطور وعشة وحتى التحلية دائما اخواتي كم بغين تقسم معاكم الفطور ديالي اللي كيكون كيف كنقوله كامل مكمول اللي بغى شي حاجة غادي يلقاها خليكم معي اخواتي من الولتا الاخير نشوفه مع بعضياتنا الطريقة ومراحل ديال تحضير هاد الطويلة هادي اللي كاملة مكمولة رائعة بمعنى الكلمة مكونات ديال هاد تحضيرات كلهم بساطين وساهلين ان شاء الله غادي نشوفه مع بعضياتنا ديك خواسون بعجين اكتر من رائع هادا المالح ان شاء الله عشاق المملحات وغادي نشوفه مع بعضياتنا ديك خيب لحتهو مياه رائعين بالسبانخ يعني العجينة ديالهم ان شاء الله بالسبانخ او لا بالزيبينة وبحشوه اروع من الروعة اخواتي وما غاديش نساكم حتى ملاشا خليكم معي اخواتي من الولتا الاخير وما تنسونيش فضلا من شجيعات ديالكم الله يجازيكم بخير كيف كنقول دائما من بابي التشجيع والتحفيز وما نساكمش من شربة اللي غادي نبدو بها ان شاء الله هي اللولة شربة خطيرة في المدق المكونات ديالها ما متعودينش عليها لكن المدق اكتر من رائع ان شاء الله هم لنجربوها غادي نتعرفوني علاج كنهضر غادي نحتاجوا لهات الشربة كيف شويتم معي في المكونات غادي نحتاجوا الخضراء 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 يعني فيها القرع الاخضر او لا الكوسة وعندنا لزيبينة او لا السباني خدوا اللون ديالهم خضر وغادي نحتاجوا حتى البروكولي هات الشيء اللي جاكت لكم الخضراء الخضراء اخديت واحد ثلاثة الحبات ديال القرع الاخضر او لا الكوسة مغسولين مقطعين مزيان واحد الحبات ديال البطاطا باش كتعطينا دك لتك سيوزوينا الشربة ديالنا وعندي البورو او لا البورو او لا بصيلة خضرية اللي توفر واحدة طريف ديال الجاج او لا قطعة ديال الدجاج راكم معارفيني كنديرو كنخدم المملحات داك الكادر كنخليه بحلها كنوضفوه في الشربات قدي نضيف شوية ديال زيت نباتية وشوية ديال ملحة شوية ديال بزار شوية ديال سكين جبير هادو بالنسبة للعطرية صدقوني اخواتي هاد الشربة هادي كتجي لديدة لديدة بزاف وغنية وصحية يعني المكونات ديالها من خلال المكونات لما متعودينش ناخدهم ولا نعطيهم الوليدات ديالنا ان شاء الله غادي يتعجبكم بالنسبة لبروكولي عندي مغسول وحطها على جمب غادي نشوفوه معايا وغادي نضيف حتى الجلبانة يعني قاح الخضيرة اللي عندنا اخذها ممكن انكم تديروها ما نديروش غير اللوب يا شعرا لانك يكون فيها الخيوط ما تديروهاش مهم عندي القرعة الخضراء كيف شفتم معايا عندي لزي بناء اولا السلق وعندنا شوية ديال جلبانة صفي كان مرق بالقياس الكافي اللي غادي يطيب لي فيه هاد الخضيرة كنسد عليها هي اللي هو لك الطيب وعندي هنا يا البروكولي البروكولي هنغسله مسيان وغادي نديروه في كاسرول لتسلق كيف كان قولوه نسلقه مباشرة المال بارد هاد الخطوة ضروري منها اخواتي انا غادي نحتاجوه ان شاء الله حتى غادي يطيب لينا الشربة المهم سديت على الشربة ديالي كالطيب واندرزون واجدوه مع بعضياتنا التحلية باش هاكمقوا غادي ندقة دقة راكم عارفين التحلية كاتبغي تبغي 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 وقتها في التلاجة غادي نصيبوا عفوان تشيز كيك رائع اخواتي بوحد الكريمة احبت على شوكولاتة اخذوا اي نوع ديال بيسكويت تبغي تعجبوا في القاعدة انا كان تعجبني هاد النوعية هاد خديت علبة وغادي ندوزها في الهاشواخ هاد البيسكويت بشوكولاتة غادي ندوزه في الهاشواخ ونحن نخدم بحجم عائلي ونحن نخدم بحجم عائلي ونحن نخدم بحجم عائلي ونحن ندوز بسكويت نحن نحن نخدم بحجم عائلي ونحن نحن نحن نبضة زبدة مدوبة إن سيكون جيدة ونحن نضغط بحجم عائل ونحن نضغط لديك حتى نحصله على خلط اللي كي يكون متماسك شوية وكيف قلت اخواتي كان بدأ بهذه التحضيرات يعني في الصباح دينا مني كان بدأ ندخل الكوزينة كان بدأ بالشربة هي اللولة كان نطيب هذيك نص طيبة في اللولة وحتى كان نحتاج مثلا شيء اضافة نضيفها في اللخر وقد ندوزل تحلية كيف شفته معايا لانها كتحتاج انها تبرد وممكن نبدأ بها هي اللولة ماشي مشكل بالنسبة لهذا الشيزكيك سنخدموه في هاد القوالب هادو ولا بغيتو نديروه بحجم هائلي ممكن في واحد الساخكل هادو غير باش يعطيونا انهم يبقوا فرضيين ونحيدو كل واحد بوحديته درت هاد الساخكل في طبيصلات بهذا الشكل كان هز واحد جوج معي القات من البيسكوي وغادي نضغط عليه دابا بالقاعدة ديال الكاز باش هكا تماسك ليه ديك القاعدة يعني البيسكوي فيه الزبدة باش يتماسكوا مع بعضياتهم ونقدوهم زيان باش ميجيونش الجوانب ديالهم عالين او لا طالعين كيف كنقولو هاو كيبه ليكم باش نضغط عليه حتى غادي نسالي هاد القاعدة ديال البيسكوي انا غادي ناخد وقت حتى كنقدوم نخليهم على جنب وغادي ندوزو نصايبوه مع بعضياتنا الكريمة المصاحبة اه كنناخد تقريبا واحد نصف لتر عفوا ديال القشدة السائلة خاصة بالحلويات يعني كتكون حلوة تكون باردة ضروري كنو ديرينها وقبل كنو ديال الجبن اي نوعية ديال الجبن كتبغيو يكون ملح شوية غير ما يكونش فيه الاعشاب ولو يكون فيه شي ما ضاق كندمج مزيان هاداك الجبن او من بعد هنا اضفت تقريبا واحد مئة مئة قرام عفوا ديال الاعشاب شوكولاتة بيضاء خاصة بالتحليات او بالدسير راني دوبتها في حمام مريم هادي شوكولاتة شوكولاتة بيضاء خاصة بالدسير دوبتها في حمام مريم ولكن كنخليها حتى ما تكونش سخونة باش ما تهبطش ليا الكريمة غي كنخدم بضع دقائق صفي وكنحبس كنشوفها انها ندمجت وممكن اننا ندمجوها غير بالفوي او لا بسباتولا سافي بحل هكا سافي الكريمة ديالنا هاي واجدة مدق الجبن مع شوكولاتة بيضاء شي حاجة لي رائعة المدق ان شاء الله انتو ما مني نجربوها تردو علي الخبار خديت البوش او اللا جاي بحلواني باش نوزع هاد الكريمة وتجيني متوازنة او اللا مقادة باش هكا ما نخسروش الاطار كنديرها بحل هكا جاي بحلواني وكنبقى نوزع على القوالب ديالي وكننقضي لهم الوجه بالمعلقة نخلي واحد شوية واحد الاسباسفين غدي نديرو يلقاناش في اخر مرحلة سوف نغطيهم بلاستيك غدائي ونخليهم في تلاجة ونقضي لهم ونرجعوا لهم ان شاء الله اذا كان عندنا الوقت بزايد دعوهم يباتوا ندوزهم ونجدوا مع بعضياتنا عجينة خواسة مالحين هذا العجين ان شاء الله اعتمدوا في الكثير من الوصفات يعني تقريبا نقولوا عجين مورق لكن هو يبنين هو الديد ان شاء الله تجربوه ويعجبكم سوف نحتاج له 650 جرام دقيق مغربة نوعية جيدة يعني خاص بالحلويات ضروري نغرب له سوف نضيف القيص الملح اللي ملح لنا هذا العجين بما انه عندنا عجين مورق اللي هوية مالح اولا غدي نخدمه ديك خواسة مالحين شوية ديال السكر وعندي الخميرة معجونة اولا الخميرة فورية كتبقى على حساب الجو يعني خاصنا هاد العجين يخمر هنا عندي خضر مجففة باش غدي نسمعنا هاد العجين هاد بالخضر المجففة عندي معلقة ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ نكون مخرجينها من قبل من تلاجة خدمت هنا بزبدة ديال العلبة وعندي كاس ديال الحليب وغدي نعجنه بالماء دافي ذاك الكاس ديال الحليب ازتوفوا الكمية ديال الماء باش يجانسوا مع بعضياتهم سوف يبدأ نعجن في العجين سوف يخصني ان شاء الله الماء سوف ينزيد ممكن انكم تفرغوا ذاك الكاس ديال الحليب والحليب حتى هو دافي وتكملوا بالماء سوف يخلطوا مع بعضياتهم العجينة ما تكونش قسحة وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفة لانا غادي نحتاجون ندرون لها واحدة ساهلين بساطين ما يخلعوكمش ان شاء الله وتحصلوا على عجين مورق رائع متأكدة غادي نتنجحوا فيه ان شاء الله ان شاء الله لجميع المملحات او الوصفة اللي كيكونوا مالحين كيف قلت ما تزعموش بزاك في الماء باش العجينة تكون هي هديك العجين ديالنا كيجي على هاد الشكل هدا هو القوام دياله غير كنت ديهو نجيبو ما تحتاجوش في شي مجهود كبير او لا شي دليك في هديك المعلقة ديال الزبدة مع ذاك الكويس ديال الحليب كيجيب عجينة زوينة بزاف ومن السم كيف قلت بهذا الخضر المجففة ممكن انكم تستغنو عليها ممكن انكم تديروها ادهنت بشوية ديال زيت ناباتي وغدي نحط هاد العجين في هاد الوبول ونخليه يختامر نخليه يضاع في الحجم دياله مزيان خاصه يخمر غادي نشوفه معي النتيجة دياله انا راني خليته مشيت خدمت شي حاجه اخرى ولكن باش نخليليكم الفيديو غادي مع بعضه غادي نحصله على هاد النتيجة او لا هاد هي النتيجة دياله ان شاء الله اما انا اراني مشيت خدمت شحل من حاجه باش متلفوش فص من يعني فص من هاد تحضيرات بقيت غدا معكم خطوه خطوه العاجين نشوفه معي نغنبينو لكم من الجمد كيفاش خمر اراني كيفاش خامر اراني كيفاش خامر سوف نخرج منه الهواء وراه يخرج لنا كمية ما شاء الله ممكن تديرو به الكواصون ممكن تديرو به لشنك مالحين ممكن تديرو به لشوصون يعني تخدمو به فش ما بغيتو سوف العجينة دياله هي هادي هادي نمشي ناخد الزبدة المارغارين خاصة بالتوريق والنوعية اللي كان خدم بها اه اه اتلس هي باش كان خدم كتعطيني نتيجة زوينة او لابونا 650 جرام ديال دقيق غادي نديرو النص ديالها ديال الزبدة يعني تقريبا 1-300 جرام ديال الزبدة نخلي لكم ان شاء الله العبار مضبوط في صندق الوصف ان شاء الله العبار ديال الزبدة الكمية اللي خاصكم تديرو غادي نتصرحوها بين البلاستيك اه تكون مربعة باش هكا نديروها فصل من العجين ديالنا ويجينا سهل نرجعت للعجينة ديالي غادي نطلقها بالاستعانة بشوية ديال الضقيق وعطيوها شكل طولي وفي نفس الوقت يكون مربع وحتى الزبدة اراني اطلقتها باش تجي في القياس ديال هاد العجين والعجينة ديالنا راكيبا اللي يكون فيها دوك النقيطات هادوك ديال الخضر المجففة دائما بالاستعانة بشوية ديال دقيق باش مكتلتسقش لنا العجينة مره مره كنرش شوية ديال دقيق على هاد الشكل راكي اخديكم واحد المسافة المسافة مساحة كبير راها بحال هكا وشوفوا الزبدة فين حطيتها حاولوا ان الزبدة تكون واصلة يعني فصل من ذاك المربع مزيان انا را بقوليه شوية الجوانب عريانين كيف كنقولو لكن توما سرحوا الزبدة وديروها فصل من هاد المربع وطويو بهاد الطريقة الفيديو شارح كل شي طويو على شكل بحل المسمنة يعني الطرف اللي من جيبوه اللي سر وتكون واصلة منه الزبدة ودائما كترشو بالدقيق غير تبعو الفيديو ان شاء الله يعني هاد الخطوات هاتو مش فتعود كيفاش طويت الطرف اللي من جيبتوه اللي سر لقتهم في الوسط وكنسرح بالمدلك ودائما كنرش بشوية ديال الدقيق باش هكيا لجينا ما تلتسقش لنا ان شاء الله وتعطيكم واحد ناتي جزوين في توريق كيتلحموا لنا هادوك الطريفات ودابا سافت قريبا هانا ساليتا يعني ما فيها الشي خطوات لي هما يكتر وكجيل عجينا رطبا ماشي صعيبة اللي تبقوا تخليوها تسارح ما بين كل خطوة خطوة غير تبعو الفيديو اللي يرضى عليكم اخواتي غير ما بغيتش نطول عليكم سافيت قريبا هانا هاحنا سالينا دابا غادي نجيب لي من الليسر وها هما العجين ديالنا الليكواصو واجد هاني انا نقسمو على جوج هنا يراني قسمتو ولكن الاضاءة ما اعطاتوش حقو ما بينش ولكن غادي ينبينو لكم ان شاء الله بعدما انضرتو في بلاستيك غدائي وخليتو في تلاجة حتى وجدت الحشوة ولكن انا باش نبقى غادة معاكم دقة دقة شوفوا معايا شوفوا الفيتش دياله خليتو كي يخمر او كيرتح في تلاجة باش ما تكونش عندنا دوك ليكواصون فيهم الريحة دين خميرة شوفوا الفيتش دياله اه تورق رهيب اخواتي الله هردع لكم غير بقى وغادين معا خطوة خطوة صفي اختي اخديت عفوان الدقيق وسرحت العجينة ديالي خدمه بالنصف طرف معا نصف طرف ثاني انا راني قرستهم كاملين دفعة واحدة باش هكا غادي نبدو نشكلو ليكواصون ديالنا وبالاستيعانه بالدقيق ما ترقوش العجينة ديالكم تكون بين وبين هدا هو القياس ديالها غادي ناخد الكوب بيتزا نقسم العجين ديالي لثلاثة ديال الحساس بشكل طولي نشكل متلاتات بهذا الطريقة بغيتوهم ديكواصون كبارة تكبرو المتلات بغيتوهم ديكواصون غادي نديرهم في هذا القياس قياس لي هو صغير دوك الجوانب كنحيدهم وما كان ما كان جمعهم شي يعني كنخليهم مسرحين كنعود نطلقهم ان شاء الله وراه كي خرجوا الخير كيف قلتوا الباركة اه كان بدى ندير واحد افتيحة في الجنب وكنسرح ذاك المتلات يعني كان اعطيه شكل طولي وكنسرح شوية القاعدة كنضربها بدك كوب بيتزا وكلف وذك الطرف الاخير نحطه في التحت باش هكا غادي منين غادي يخمر ما غادي شي تحل صافي غادي نديرهم في الطاوة منفرشة لها ورق المطبخ وغادي نخليهم يخمروا فهدلوقيتا ندوز نشوفوا مع بعضياتنا العجين ديال الكريب الكريب اللي غادي يكونوا بالسبانخ كي يجي ولدادين يعني غا العجينة ديالهم كتجي لديدة اما الحشوة ما نعودش لكم غادي نحتاجوا لهم نسيطر ديال الحليب سائل وغادي نحتاجوا جوج حبات ديال البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وحتب حل هاد الاقتراح ديال هاد المملحة ديال الكريب ممكن توجدوهم على تساع يعني في الصباح باش هكا كي يرتاحوا غادي نديروا قيص ديالنا ديال الملح اللي غادي يملح لنا هاد العجين عندي ثوم بودرة انا دائما كنخدم بالثوم بودرة اللي كتكون من السماء ممكن تخدموا غير بالثوم بودرة العادية شوية ديالي بزار وعندي واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة ديال زبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ يعني نكون مخرجينها عفوا من قبل من تلاجة وعندي جوج كسان ديال الدقيق نوعية جيدة خاصة بالحلويات يعني مغربل قدي ناخد البراميكسور ممكن انكم تخدموا في الخلاط الكهربائي اللي كنا نخدموا به في العاصر يعني هاد العناصر مع بعضيتهم كتدمجوهم وممكن تخدموه بحل هكا في الخلاط الكهربائي عفوا بهاد البراميكسور حتى كندمج ليا دقيق مع الزبدة مع باقي العناصر كنحصلوه على واحد الخليط اللي هوية متجانس ما كيبقاش عندنا الطحين كويرات بحل هكا وعندي واحد الحفنة ديال السبانخ اللي كيكونوا مغسولين مسقطرين مزيلا وكنكون مقطعهم او مقردهم غير واحد شوية نحيدو لهم ذاك العريق اللي كيكون طويل او لذاك بحالك ركا تكون عندو واحد العريق كان نحيدوه بحالك نقطعوه كننقيو القصبر كندير واحد شوية واحد شوج حفنات بحل هكا كنفتيتات هكا يمنمشين خضرين نخليوهم لانهم كيعطوه واحد المضاق وكيعطوه واحد اللي هو يزوين بلكم الخليطة ديالكم خفيف لانا سبع نخطلق الماء إلا بلكم الخليطة ديالكم خفيف غادي نزيدوا واحد بلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح انا كيف قلت لكم اخواتي قادم معاكم دقة دقة ما كننحدفش المراحل اما انا راكا نقضي حاجه ونرجع المهم كنصخنه المقلاء وهو ضروري العجن ديالك خب يرتاح راجو سوائع ثلاثة خليوه من صبحت الاشياء عطيبو كنده المقيلة ديالي بشوية ديال زبدة صفيكو نحط واحد المغيرفة كنت ديها ونجيبها وشوفوا معايا كيتنفخ كيجي كل محلول من الداخل انا كنضغط عليها وكنبينها لكم باش تشوفوا العجن ديال هادالك خب كيف اشدير اخواتي عندي واحد المنيدل على جنب حطه وكنبقى نحط فيه حتى نسالي الكيمياء كيصيب لنا واحد الكمياء كيمياء ما شاء الله الخير والبركه تاكلوا فيه اليوم وغدا وفعلا انا مني كان نعجل مثلا ندرت هاد المملحة يبقى لي منها غدا نزيد عليها حاجة اخرى وهي غادة ندوز نشوفوا الحشوة بعد ما طيبت انا الكخب ندوز نشوفوا الحشوة ان شاء الله هديالهم وعلى جنبرا عندي شربة شربة الخضراء الصحية بحل المكونات اللي كنقولوا الديتوكس ديال العاصير بحل هاكل الشربة البصيلة اضفتها شوية ديال الملحة شوية ديال زيت نباتية وكنبقى ندفيها ونجيبها حتى غاديت نزليها هاد البصيلة هادي ضروري من شوية ديال ملح وغادي ينضيف صدر الدجاج مقطع مكعبة ليهما صغوري ومباشرة غادي يمضى بإضافة التوابيل اولا العطرية اللي غادي يحتاجوا ان شاء الله هادي الحشوة هادي شوية ديال البزار عندي توابيل مكسيكية ممكن تكتافيه بـ شوية ديال الخردل اولى المتغد غادي ينضيف هنا يا المتغد وممكن اللي ما عندهاش توابيل مكسيكية ممكن انها تدير شوية ديال توم بودرة شوية ديال سودانية شوية طريطقة ديال كامون شوية ديال القصبريابس هي توابيل مكسيكية يكونوا فيها مجموعة ديال مثلا البصل المجفاف عندنا السودانية اولى الحار المهم فيها تركيبها اللي هي زوينة هذا الشربي يتمسح مع كثير من الحشوات حلت على الطنجرة غريبا حيث صدر الدجاج طريفات الدجاج لنطحن شربة سبانخ غريبا كميشة جلبانة تعطيها وحد حلاوه وحد المدق ان شاء الله صلق حاضر هذا الفيديو هذا النهار ما شاء الله فيهم وصفات لهم زوينين صحيين ولدادين بزف الأخوات ما كيوضفوش بزف معنا ان شاء الله غادي نقدخلو دائما بزف ديال الوصفات وتقسمت معاكم حتى بروات او للي سيجار يعني ما شاء الله كنوضفو انا يا ماشي اول مرة شربة ديالي بعد ما طحنتها كتجي على هاتشكل وهنايا غادي نضيف مشا في اسميتو البروكولي ما غا نقطعش الفيديو البروكولي وغادي نضيف حتى ذاك صدر ديالجاج او لطريفات ديالجاج بعد ما فتتهم البروكولي كان حيدو من يعني كان ديرو في الماء مغلي مباشرا نفرغ عليه المبارد ونقطعش شجيرات صغورين ونرضو عاود هكالطنجرة ديالنا صفرها كي يغلوي عاودها هو واجد استير ديالجاج بعد ما ضفتنا عليه هدك السبانيخ ضفت شوية ديال القشدة طرية ديتهم وجبتهم مع بعض ديتهم وفي الاخير واحد لحكا ديال فروماج او لأ ديالجبن انا غدا معاكم دقا دقا اخواتي واي سؤال اي استفسار شوفوا معي تعليقه ديال فروماج سوف يدبرا ان يطفيت البوطة حتى كنت شوف لنا ديالجبيناء مع دجاجر القطع ديال الدجاج وهنا شوية ديال القشدة عاود في هاد الشربة خاصة بالطبخ وهاي الشربة ديالنا غير تجيب الغليات غلاو تعاود سوف ينطفو عليها كنلقاو الشربة ديالنا في هادوك طريفات ديال بروكولي طريفات ديال الدجاج وحتى الخضيرة يلا بغيتو غير دوز وغير واحد كي نقول غير كان هاشي هاشي يبقى لي طريف ديال القرعه ولا ديال كورجات ماشي مشكل انا كان بغير ناخد شربة ولقى طريفات ديال الخضر ما كان بغيش ناخد غير السوائل وكل واحد كي بقى ليكم الاختيار اخواتي بطبيعة الحال هاشوف وراكين وحتى ريف تم ديال القرعه الخضره سوف نجعلها تغلى وتعاود شرمولة او تتبيلة ديال ركيبة ديال الدجاج اللي غادي يكونوا اللعشاء انا كنوجد مثلا نتركوا معارفين العشاء اللي بغى ياخروه وعدك انا كنحط كل شي في الفطور المهم احترفت بالنسبة للتتبيلة ممكن تبدو بها من قبل ماشي مشكل انا كنت تركيبة ديال الدجاج مغصولين منظفين مزيان اضفت لهم تحميره اهدتت بياله زوينه بزاف وكتجيبهم غزالين اضفت اعفوان او لادرت تحميره عندي القصب ريابس شوية ديال كامون عندي توم بودرة وعندنا المتغد او لاء الخردل عصر ديال الحامض او لاء الخل شوية ديال هريسة عندي معلقة ديال طماطم مركزة شوية ديال سلسط صوجة كيف قلت الخل او لاء عصر الحامض انا درت عصر اه اعفو الخل اه اه مدق الحامض و ازد تحت شوية ديال الحامض هنا عندي الحامض بلدي ما شاء الله في واحد الكميه ديال الماء و اصلا ذكو ركيبات غاسلاهم مرحاهم زيان بالملح والحامض سوف نخلط الكل باش يتشربوا و ياخدوا وقتهم كل ما عندنا الوقت نبدو بهم هم ملولين مشي مشكل نغطيهم بلاستيك غدائي و نخليهم حتى ندخلهم في الفران او لا يعني في الارفراير او لا في الفران مغطيين بلاست عفوا بورق المطبخ منيك يخليو ليدك المرق طيبت فيه شوية ديال الروز و خامت قسمتها شمعكم شوية ديال الزيت حتى تبغيوا تدخلوهم الفران عد ضيفوا شوية ديال الزيت الزيتون او الزيت البلدية بنسبة الكريب هما هادو بعد ما طابوا هانتو ما كتشوفوا معي اخواتي الكمية واللون ديالهم كيجي اللون غزان والمضاق حتى هو بالسبانيخ كيجيو زوينين بزاف بنسبة الحشوة كيشفتوا معي راحنا وجدناها مع بعض اياتنا صفيدة باغا ديال بدو نعمروهم باش ندخلهم ان شاء الله يطيبو في الفران غير باش كت جانس لنا ديال الحشوة مع هاد ندرت شوية ديال الحشوة في القاعدة و طويت بهاد الطريقة هدي بحلاق نقولو درنا واحد رغيفة غير هي بهاد الشكل هادا شكل مستطيب بغيتو تديروهم بشكل متلت رأيكم غادي نتخدموهم بشكل بشكل متلت بغيتو تدهنوهم بشي سلسة او بشي سوس اه وعد ديرو الحشوة ممكن بغيتو تديرو شوية ديال فروماج عاو ديال صندويتش فاق من هاد الحشوة ممكن غير هما هانتو ما شوفوا معي الخفادي خفافين و كيف قلت راه هديك الكمية اللي درنا مع بعضياتنا يعني جوج كيسان ديال دقيق مع جوج حبات ديال البيض كتخرج الخير والبركة و اي سؤال اخواتي يعني في المكونات ما عرفتوش مرحبه و الف مرحبه حاجة واحدة اللي نوصيكم عليها اللي هردع ليكم كيف كنقولوا من بابي تشجيع هذا عمل اخواتي نبغي التشجيع عليها الله يجازيكم باخير ما تنسوش لي اللايك و ما تنسوش تعليق و بارتجيو الفيديو مع الحباب و المعارف ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع كنحاول اخواتي نوصل لكم المعلومه كيف هي اختيارات مرحبه سوف نستفهم في الطاوة ندخلهم الفران و ندوزوا نشوفوا مع بعض ياتنا واحد الحشوة اللي غادي نصيبوا بها مملحة اخرى هاكي يكونوا عندكم اختيارات عديدة في الفطور ديالكم و ماشي بالضرورة نصيبوا هادش في طبيلة واحدة ممكن اليوم مملحة غدا شكي الاخر يعني كيكونوا ما شاء الله كنحتاجوا المملحات و ما شاء الله هالمتتبعات ديالي مملحات اخذت واحد الحبه البصل اضرتها في مقلاء معها شوية ديال زيت نباتية شوية ديال ملحة طبيعة الحال باش كتنزل لنا ديك البصيلة و كنبقى ندي و نجيب في هاد البصيلة حتى غاديتنزل اولا كيف كنقولو حتى غاديتبال غادي نضيف واحد الجزراء او لخيزو يا محكوكا هاد الحشوة ان شاء الله غاديتكون بالطول كانت شي اتهياء لديدة تغيروا بها و احتى هاد الحشوة إلا بغيتوا تديرها فليك خب اكيد ممكن يعني غيروا في الحشوات بشيء مجردت شوية خضر عفوا هاد توابل مكسيكية شوية ديال توم بدرة و عندي معلقة ديال الجبن هنا عندي جبن و عندكم جوز قطعة ديال الجبن من المتلة تديروهم فالاخر مش هكا هاد الحشوة تكون عندنا كريمية ما تكونش ناشفة و التوابل ديرو شوية ديال المليحة شوية ديال البزار شوية ديال توم بدرة و درت كيف قلت التوابل مكسيكية لانها كتكون فيها واحد تركيبة مجموعة خصوصا مني كان ناخدوها من عند بائعي مستلزمات الحلويات كاين اخواتي اللي بغيتون سجل معاكم فيديو ان شاء الله من عند من كانت قده ان شاء الله هنوريكم لين كانت قده ركي يكون فيها الماداق مختلف على اللي كتكون في القراعات اضفت علبة ديال الطون و اللي بغي يضيف حتى شوية ديال الزيتون اضيف ممكن حكا ديال الزعتر صافيو غادي ناخدو هنا يا هاد الخبز الباندومي كنحيد لهاد الجوين بات هاد الجوانب هادو ما كيضيعوش اخواتي صدقوني كنناخدوهم كنديروهم في طوا مرشوشين بشوية ديال زيت نباتية او لزيت الزيتون عفوا كنن اكد رشوهم بزويتة بلدية ودخلهم الفران يتقرمو قدموهم مع الشربة كيجيو رائعين كنحيدوك الجنبات ديال هاد الباندومي وكننطلقها بالمدلك او لا بها الطريقة بحله كننبروه بس الوقت كان يعني بيدون عاجين هادو غادي ناخدوهم ونخدمو بهم هاد المملحة راني بديت هنا يا كان خدم وقلت نتقاسم معاكم هاد الخطوه هادية هيا سافي غادي نحطه شوية ديال اه اطربت واحد البيضة دهنت الجوانب بشكيل سكولية مع بعض بيضة مطربة لان هني غادي نحتاجها في الطياب وبديت بها هي اللولة بحال هكا غادي نحطو الحشوة اللي في هاد طون مع البصيلة مع اخي الزو مع عندك الجبن بغيتو نديرو شوية ديال هريسة غادي نديرو حتى هوايا شوية ديال الفروماج وغادي نغطي او نقفل بالطبقة الثانية نزيرو الجنيبات مزيان يكون عندنا واحد الكويس او واحد زليفة فيها الماء كندير صبيعات ديال وليف الماء وكنبقى نفزق باش هكا يتبت لي هاد الخبز هذا بعد المرات كيكون ناشف كيكون شوية صعيب ولكن الى لقيته الطريق وخديته جديد راه مزيان صافي كناخد الطابع او الساكل وكنطبع كنحيد شوفوا معايا هنيا كان عندي ذاك الخبز شوية بارد ذاك شعلش كنعود نضغط مزيان قدي نعود معاكم مرة اخرى باش ميتحلوش لنا فزقوا العجين ديالكم او الخبيز ديالكم باللوب الماء باش يتبت مع بعضياته كنحط شوية ديال الحشوة وهاد الخبز اولى الباندومي كي جينا ساهل في الخدمة نخدمه بمنو شحل من مملحة يعني كنا نخديك الباكية ونخدم بها شحل من مملحة في وقيتها اللي هي قصيرة صافيك نحط الحشوة شوية ديال الفروماج وغادي نغطي وبحلقة من يكونوا عندنا ضياف اولا نبغيو نغيرو في طبيلة ديالنا نشكلو من عجين واحد نخدمو شحل من حاجة نطبع بهد القطاع هذا ومع ذلك نعود نتبت الجوانب نزيان نسدهم كيف كنقولو اولا نسوديهم زيان نلحمو بالماء اولا نقيسو عفو ادينا بالماء ونحطوهم ها هم عندنا واجدين اخواتي نفسه نفس الحشوة اللي صيبت معكم يعني فيها البصيلة فيها عاودك الطون نعمر هاد الباندومي بهذا الطريقة نقفل عليه وها هوا عندنا جوش ديال وصفات سهلين ماهلين يكفي اننا نجيبو هدا البريسة عفوان ما بغيتش نقطع البريسة اولا الانة ديالبانيني و نضغط عليهم حتى كي طيبو و هادوك الدوائر اللي صيبت معكم من قبل ندوزهم في البيض و من بعد نقليهم في الزيت ما تقسمت هاش معاكم هاد الخطوه باش ما يكونش الفيديو طويل قليتهم في الزيت و حطيتهم بحلاكة مني نقسمهم و نلقوا فيهم هاديك الحشوة في الداخل كي يجيو الدادي اخواتي صدقوني غزالين غير قلت هاد الخطوه نتقسمها معاكم حتى هي في هاد في هاد الفيديو مملحة اكس برس توجدها صفي ارجعت هنيا لهاد القوالب ديال الشيزكيك بعد ما بردو مزيان خديت قناش يعني كريمة خاصة بالحلويات سخنتها و ضفت لها 150 جرام ديال شوكولاتة نوعية جيدة خاصة بالدسير يعني نوعية مزيانة بشي كل ما دقزوين ماشي بديل شوكولاتة قناش ديال لتخت كي يجيو واعر الديد دائما تنتقسم معاكم هاد القناش الكريمة فخش والشوكولاتة والشوكولاتة تكون نوعية مزيانة نسبة الكاكا و فيها مزيانة خاص بالدسير او خاص بالتحليات صافي و ها هو واجد غلي نخليه حتى غادي برد و كجينا سهلة اننا نفكوه لك خواص ديالنا المالحين نرجعنا ليهم بعد ما خمروا دقينا غادي ندقة دقة ندهنهم بالبيض نخلط معا شوية ديال سلسط السوجة و ندهنهم مرة و نخليهم واحد شوية و نعودنا نرجع لهم مرة ثانية و نتكون يدينا خفيفة في الدهين ديال هاد لكواسه باش مانهبطوش لهم داك الاختمار ديالهم نفس العجين اخواتي إلا بغيتوا تخدموا به الحلو اكيد حيدوا الملحة ديروا السكر نسمهم شوية ديال فاني حيدوا المناسمات اللي درنا ديال الخضر مجففة و نفس الطريقة خدموا بها ديك خواسون اللي يكونوا مالحين البندومي مقصوم على الجوج كي يجي على هاد شكل والك خواسون ديالنا بعد ما طابوها همايا كي يجي مورقين خفافين و مالحين خلدادين لك خب ديالنا بعد ما دخلتهم الفران رشيتهم شوية ديال الفروماج و زينتهم بالخضر مجففة او لا باش مقسم الله المهم كي يجي شي حاجة عارفة راسي اخواتي طولت عليكم في الفيديو لكن فيه افكار متنوعة خدوا اللي فادتكم فيهم اخواتي شربة ديالنا بعد ما طابت ها هي نصحكم بالتجربة اليوم قبل غداء اخواتي شربة كي كنقولو كتروي العرق صحية كنتقسم معكم اختيارات متنوعة في الشربات باش تغيروا في طبيلة ديالكم ديال الفطور وبالنسبة لهد اه هو ما تبقاوش حايرين يعني تلقاو اختيارات متنوعة بالنسبة لك خواصو مالحين عمرتهم بلي سوسيس يعني طيبته مع شوية ديال الخص دوائر ديال ماطيشة او لا اللي بغيته هو اللي درت انا في هاد الكخواصو مالحين تشيز كيك ديالنا ها هوية شوفوا معي القوام دياله الكريمي يجي خطير يبرد وقدموه بصحة والراحة اخواتي الوليدات ديالكم طبيلة ديالنا فيها حتى العاصر وفيها هاد المملحات اللي تقاسمت معاكم وهنا عجين اكتر من رائح تقاسمته معاكم ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بسيطلات بالكفتة ولكن بمضاق حلو ومالح اخواتي بالمشماش يابس من الدخل واللوز كيجوا رائعين ومن نفس العجين خدمنا حتى ليشو الصون يعني عجين واحد المالح والحلو نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف ان شاء الله وها هما يا الكواسان ديالنا بلي سوسيس ممكن تعمرهم باش مبغيتون توما يا المهم هو العجين اللي تقسمت معاكم ان شاء الله اليوم تغيروا به في طبيلة ديالكم كنتمنى اخواتي الفيديو ديال يوم يكون نستحسنكم ما تبخلوش عليكم الراحة ولهنة وراحت البال بصحة والراحة وانطلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحبكم في الله اخواتي